سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي مع مداخلة المفكر العربي الدكتور سياد الحافظ تفضل دكتور سياد سلام القدس عليكم جميعا وسلام في الحقيقة أنت بدي أحكي على مداخلة استشرافية لماء بعد غزة ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع أنا بدي أعلق على بعض الحوارات اللي سمعت قبل ما بلس التسجيل فيما يتعلق دور الجماهير العربية للآخرة في مداخلة سابقة أنا قلت أنه لا يمكن أن نقيس أداء الجماهير العربية بمعايير الخمسينات والستينات وربما سيء فهمي في هذا الموضوع في الخمسينات والستينات الأداة الوحلية للتعبئة كانت ترانزيستور وكانت بعض الحكومات الوطنية التي كانت تدفع للخراك الشعبي ما كان عندها أداة إلا ترانزيستور يعني الحاكم ما بيقدر يعرف مزاج الشعب إلا عبر حجم المظاهرات والتأميد في 2024 الترانزيستور تم استداله بوسيل أكثر قدماً يعني والتصاقاً بمزاج الجماهير أنا ما أقول أن ما يحصل على وسيل التواصل الاجتماعي هي البديل عن الحركة الشعبية بس أنا أقول أن الحركة الشعبية في الشارع ما زالت مهمة ولكن لن تكون ليس أصبحت المعيار الوحيد لقياس المزاج الشعبي وبالطالع أنا بلاقي فيه افتراء كبير على تقييم أداء الجماهير العربية بمستوى المظاهرات علماً أن المظاهرات ما بتتوقف يعني ما فيه قطر عربية إلا ما فيه مظاهرات إلا إذا ما فيه تغطية إعلامية هذا حديث آخر ولكن حتى لو اعتبرنا أن هذا حراك الشعبي الجماهيري منه بالمستوى المليوني مثلاً اللي حطته اليمن اللي حطت صقف عالي جداً لمستوى القجل الشعبي هذا لا يعني أنه الأداء الشعبي في الإختار العربي وخاصةً في الدول المطبعة وقدنا نكون داغقين في ثلاث دول الأردن ومصر والمغرب إنه ما إنه موجود في الأردن نشوف حجم التحركة الجماهيري اللي أنا تقديري عم يهز أركان العرش صراحة وكذلك الأمر بالمغرب التحرك الجماهيري تحرك كبير مصر حديث آخر ما بننفوت فيه بوقت الحاضر ولكن ما فينا نقول أنه غيبة عن الموجود في مزاج شعبي مؤيد للمقاومة ونصرة غزة ونصرة فلسطين إذا أنا أعتبر أنه كل الحديث على قياس وتقييم الأداء الشعبي الجماهي في الإقتار العربي منه يعني منه كلام في مكانه بوقت الحاضر وليس دقيق هذا الكلام ما هو دقيق أبدا لأنه ليس صحيح أنه فيه مزاج شعبي عارم في كل الدول العربية مش ضروري دائما يعبر عن حالو في الشارع هذه المقطة اللي بحب ركز عليها واللي بدو يدام ويحكي فيها يحكي فيها لأنه باخر المطاف ما بعتقد التقليم اللي سمعته لبعض الإخوان أنه الردح بالنقاط ونصر أو نصر هزيمي هذا كلام لا يجدي وانا في رأيي لا يغني عن جوع ولا يسمين واللي بدو يدام وينفكر بالطريقة يدام وينفكر باخر المطاف القطار ماشي وباحدا حيتوقف عند هذه الملاحظات المشككة في الدعم الجماهيري للمقاوم دقطة التانية اللي بدي أحكي فيها هي نقطة استشرافية إذا من لاحظ أنه في الولايات المتحدة في قراءة خاصة مرتبطة بالقيام الصهيوني في قراءة أو سندية تنوش حاول أنه خزة ستكون خالي من الفلسطينيين وستكون مشروع سياحي عقاري طويل عريق وذا ذلك أتى ذلك على لسان جرد كوشنر هذا الموضوع سيحرجه كثير لترمب في المستقبل بس هذا حديث آخر أنه باخر مطاف أنه منطلع الفلسطينيين ومنعهم مشروع عقاري وكأنه اليد العليا للفلسطينيين للإسرائيل أنا في قراءتي منطلق منطلق مختلف كليا اللي هو زوال الكيان إذن أنا قام أنظر إلى مستقبل غزة من زوال زوال الكيان الذي قد يحصل خلال سنتين ثلاثة قد نرى إذا واقصوا القتال اليوم أو بكرة أو بعد بكرة إنه بالفترة مجيزة جدا شو حتكون التدعيات على الكيان الصغيوني التدعيات هتكون مخيمة هتدخل هتدخل الكيان في زمن المحاسبة المحاسبة العسكري والمحاسبة السياسية وتنتعي عكاساته على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتمال حتى هذه الساعة يقال أو قرأت أن حوالي أكثر من أربعمائة ألف إسرائيلي ترك الكيان بدون رجع والتصريحات بصادرة عن المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة أنه لن يعودوا إلا بنسبة 5% فقط إلى بيوتهم إن لم ينسحب حظب الله إلى ما هو وراء اللي طاني وهذا لم يحصل يعني إذاً من أن نسلم أنه فيه إخلاء للمنطقة الشمال في الموضوع هذا كيف بده يتفاعل على الصعيد السياسي والاجتمال دول الانتخابات اللي حتكون حكمية من يقدس يقول أنها ستأتي بمنظومة سياسية مختلفة عن المنظومة الحالية إذا الرأي العام الأكثر في الكيان الصهيوني هو متطرف وهو في المزيد اليمين يعني استبدال نتنياهو مش حل المشكلة هو نوع من كسب الوقت الكيان نتنياهو منه خارج عن مزاج الكيان في مشكلة بين نتنياهو وجماعته على أساس سلوكه الخاص ومحاولاته للبقاء في السلطة وتسكير القضاء إلى مصالح إلى غيره كل هذه خضايا داخلية يعني ما بتخليهن يغيره عن رؤيته للمستقبل لا يرون أي مستقبل لفلسطين بحد الدولتين أو الوزود الفلسطيني في المنطقة في فلسطين يعني قضية التهجير التي أبرزها أبرزها هذه الحكومة تجلب في غزة والخطة التانية ستكون في الضفة يعني إذن المزاج السياسي حتى هذه الساعة وحتى الانتخابات القادمة لن يأتي بنخبة حاكمة سياسية تختلفة عن النخبة الحاكمة إذن تنضمنا بنفس الإطار الفكر السياسي هذا يعني أنه ما في حل لأي للمنطقة بوجود هذه الكيان يعني هم بتصير ضغط أكتر وأكبر أنه ما في استقرار في المنطقة إلا بيزور الكيان وهذا اللي حيصير هلأ إذا طل عم بيصير في ترويج من دور أوروبية والولايات المتحدة لحل الدولة تانية عارض تعويم ويعارض تعويم السلطة طب في مشكلة شو بيعملوا بالمستوطنين في حوالي سبعمائة مانمائة ألف مستوطن وهدول أصنع مسلحين سموتريش قام بتسليحهم إذن في عندك بوادر حرب أهلية حتى لو إجدت حكومة أرادت أن تمشي في حل الدولتين شو هيعملوا بالمستوطنين إذن في قضايا جوهرية صدمية داخل الكيان يعني تنظر أن هذا الكيان إلى الزوال على الصعيد السياسي على صعيد حروب أهلية داخلية على صعيد عدم استقرار وهروب رؤوس الأموال وتراجع الأقتصادي إذن خلال فترة سنتين الثلاثة ما بعتقد أن هذا الكيان سيكون في مرحلة يقدر يفرض وجوده ويفرض سيطرته أو حتى يقدر يبرر أنه يستمر هذا يعني على صعيد غزة ماذا يمكن أن يحصل في غزة أنا لا أعتقد أنه ستكون هناك موجة كبيرة من استثمارات في غزة لأنه الاستثمارات في إعادة البلد التحتية هي استثمارات كبيرة جدا والاستثمارات الكبيرة جدا تستدعي إلى ركيزة سياسية موجودة في المنطقة هذه الركيزة السياسية غير لم تكون موجودة طالما الكيان في حالة اضطراب وفي حالة تراجع وفي حالة يعني تناثر قد يؤدي للذوان إذن لن نكون هناك موجة استثمارات في المرحلة التي ستلي الوقف لطلق النار سيكون فقط محاولات لترميم بعض البناء التحتية المي والكهرباء والشفاء والآخرين تحفيف الوطأ الدرقة الاجتماعي على سكان غزة ولكن ميس ما هيكون في استثمارات كبيرة وهيك طال ما في قاعدة السياسية والقاعدة السياسية كما قلت غير ممكنة مع الكيان حتى الدولة العربية اللي ممكن يكون إلى دور مش هتقدر تقدم على هذه الاستثمارات وفي نقطة استفهام على مستقبل الكيان هذا يعني أن كل المستقبل سيكون مرتهن خلال سنتين الثلاثة القادمة في مصار انحيل المقيم ولكن أنا بالنسبة لإلي حاسمة أنه بعد سنتين الثلاثة بالأكتر ما في شيء اسمه كيان ساعتها فلسطين المحررة قاعدتها الاقتصادية الأساسية والمحرك الاقتصادي طبعا ستكون كثيرا غزة أولا مشروع الاستثمار الكبير في عادة البناء هيكون دافع لعجلة اقتصادية كبيرة جدا استثمار الغاز في غزة سيؤدي أيضا إلى المزيد من الاستثمارات في كافة فلسطين قد يؤدي أيضا إلى إعادة الجدوى لنقل الغاز المصري والفلسطيني وما يمكن أن تبقى من الغاز الصهيوني اللي يكون رحلوا عنا وعلى الغاز اللبناني لنقله إلى أوروبا هذا إذا كانت هنالك من جدوى اقتصادية إذن في رأيي أنه غزة ستكون الحجر الأساسي في عادة نهضة فلسطين ولكن في رأيي أيضا لن تكتب تعمل في إطار الحدود المجبوط من فلسطين المحررة أن تقوم بعلاقات تشابكية مع سوريا كخطوة أولى يعني في ناس بيخافوا من كلمة وحدة بين سوريا وفلسطين أنا ما بخاف منها بقولها بكله عن صراحة لمستقبل لأي دولة من دول المشرق العربي في إطار الحدود المرسولة من ساكس بيكو واللي ورستنا وصلوا لطريق مسدود لبناء وفلسطين وسوريا وفي مراحلة قريبة جدا إن شاء الله أيضا العراق والأردن سيكون دولة اتحادية واحدة ما في حل لكل المشاكل إلا ضمن هذا الحل الاتحادي وهذه الدولة الاتحادية ستلقى بظلالها على كافة الدول في المنطقة العربية سواء في الجزيرة العربية أو في دول وادي النيل أو حتى في المغرب العربية لأنه شرعية هذه الأنظمة هي شرعية الأمر الواقع المستمدة من الحقب الاستعمارية وجود هذه الأنظمة مرتبط كان بالحماية والتبعية للغرب الهزيمة في فلسطين هي هزيمة للغرب إذن أصبحت الحماية التي كانت ممكن أن توفرها الغرب والولايات المتحدة على هذه الدول لن تكون قائمة إذن هذه الدول عندها حل من حلان إما تعيد النظر في سياساتها وتنقرب في هذا الإطار الجديد أو عليها أن ترحل أمام المد الشعبي الذي سيكون لأنه ما بقى فيه شيء يقدر وجود هذا الموضوع هناك كثير ناس يعتبرون أنه هذا النوع من الطوبوي والتفليل أنا لا هذا قرارات استقرائية للمستقبل بناء على التطورات الديمغرافية بناء على التطورات موازين القوى بناء على التطورات البناء الاقتصادية في كثير مسارات بالدل أنه المنحة هنا حول هذا الموضوع خاصة أنه نحن نصير في عالم تكتولية اقتصادية كبيرة لا مكان لأي دولة عربية تستفيد تضلها التكتولات الاقتصادية الكبيرة منصومة البريكس التي سيكون لها دور وإن كان حين رضا عنده بعض الشكوك فيها بس بعتد أنه المستقبل نحو هذا التكتل أو هذا النمط من هذا العمل السياسي والتكتل السياسي واللي هينعكز بطبيعة الحال على سعيد الاقتصادي لأنه ركيز ركيز اقتصادي لأول مرة منشوف أنه التحول السياسي في العالم ستكون ركيز اقتصادي علما أنه بالنسبة لإلي الاقتصاد ليس إلى السياسة ولكن بلغة الأرقام ولكن هذا حديث آخر إذن في الخلاصة المستقبل لغزة هو عبر فلسطين المحررة وفلسطين المحررة هي عبر الدولة الانتحادية في المشرق العربي وغزة قطاع غزة سيكون القاعد الأساسي المحرك في الفلسطين المحررة واكتفي بذلك والسلام عليكم جميعا سلام القدس لك وعليك شكرا يا دكتور زياد عفاك الله اشتركوا في القناة